لنعيد بعضنا بعضاً ونقول بأن المسيح قام كعادتهم في كل عام يحتفل المسيحيون في هذه الأيام المجيدة بعيد ميلاد سيد المسيح في أرجاء العالم عامة وفي العراق خاصة فيقومون بتبادل الزيارات والولائم وهدايا الأعياد القبل كانت أحلى وأحسن وأكثر يعني نحس بالعيد يعني نخلي الشجرة تكون مباركة بالبيت ونطلع بالقاعات بالأمسيات نخابر يعني أقربائنا نعزمهم يجون يمنا قبل كانت العالم المسيحيين يروحون للكنايس تلقى الكنايس ماكوا مجال مقطع الكنيسة يصلون ويطلعون فرحانين ويباركهم الرب ويطلعون يجون للبيوت يجون الأكلية الحلوة هذه يأكلون يخابرون أقربائهم أما الآن فيختلف الاحتفال بهذا العيد فلا وجود لزيارات ولا تبادل لهدايا ولا وجود لأي ملمح من ملامح الفرح والابتهاج وذلك بسبب ترد الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة ضد المجامع الإرهابية والتي دفعت بالمسيحيين للهجرة إلى دول قادرة على حمايتهم وحماية حقوقهم بس هسا الوضع اختلف طبعا كل الشي اختلف يعني الوضع يخوف مو ما الواحد يطلع أو يجي فماكوا أمان فراح نحتفل بالبيت صاح نخلي شجرة رائعي ألقدنا احتفال ألقدنا وماكوا لا نروح ولا نجي هو هذا عيدنا للوضع الأمني متمام حاليا والعراقيين بالذات مستهدفين الكل كما مسيحي كردي مسلم سني شيعي كلها مستهدفة الأمان ما موجود فلتشوف العالم تتهاجر وبحسب المؤرخين يعتبر المسيحيون من أقدم سكان العراق حيث ظهرت الديانة المسيحية في القرن الأول الميلادي وكان معظم سكان العراق يعتنقون هذه الديانة وتعتبر المسيحية الآن هي ثاني أكبر الديانات في العراق من حيث عدد الأتباع ويحتفل مسيحيه العالم بغالبية الطوائف والكنائس بعيد الميلاد المجيد بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام وتحديدا ليلة الرابع والعشرين ونهار الخامس والعشرين في الحين الذي يعتبر به يوم السابع من يناير هو يوم الميلاد لدى عدة طوائف شرقية أبرزها الكنيسة القبطية المصرية الأرثوديكسية موسيقى موسيقى